قل ووحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه لا تراه العيون ولا تخارطه الظنون ولا يصفه الواصفون لا يفك الكرب إلا الله ولا يشف المرضى إلا الله ولا ينجو الهلك إلا الله ومشاكلنا لا يملك حلها إلا الله الملك والملكوت في قبضته مقهور بعظمته سبحانه وتعالى أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر حضرتكم وأذكر نفسي ألا بذكر الله تطمئن القلوب بعنوان الحلقة الإسلام والتخصص أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى الملائكة نرى كل ملك من الملائكة في تخصصه لو نظرنا إلى سيدنا جبريل رئيس الملائكة سيدنا ميكائيل الموكل بالرزق سيدنا إصرافيل ونفق في الصور موكل بنفق الصور سبحان الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الموت موكل بقبض الأرواح فكل نبي في تخصصه كل ملك من الملائكة في تخصصه أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من احترام التخصص لكن أصبحنا إلا ما رحم الله عدم احترام التخصص المفروض نحن الآن في بلادنا ما يحدث في مصر المفروض الرجل المناسب في المكان المناسب ولكن نحن أصبحنا في زمن الرجل المناسب مناسب فلان بيكون في المكان المناسب وليس الرجل المناسب في المكان المناسب أصبحنا في زمن إلا ما رحم الله ضياع الأمة بسبب يعملون بما لا يعلمون وبسبب لا يعملون بما يعلمون وبسبب لا يتعلمون ما لا يعلمون وبسبب يمنعون الناس من العلم والتعليم فبذلك ما نرى إلا ما رحم الله من أسباب وأزمات في المجتمع ولو نزرنا أيضا يا أحباب رسول الله إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين لما مسك الحكم يقول للإمام حسن البصري أستعين بمن على الحكم يا إمام فيرد الإمام حسن البصري ويقول أهل الدين لا حاجة لهم بك لا تستعين بأهل الدين سبحان الله لأنهم لا يريدون الكراسي لأنهم يعملون من أجل رضا الله ومن أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كل إنسان في تخصصه كل عالم في تخصصه كل إنسان في تخصصه أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أهل الدنيا لا حاجة لهم أيضا بك سبحان الله ولا حاجة أيضا أنت بأهل الدنيا لأنهم يعملون من أجل الدنيا فتجد إلا ما رحم الله يسرقون ويقبلون رشاوي لأنهم أهل دنيا نسأل الله أن يحفظنا فيقول له استعين بأهل الشرف وأهل الكفاءة كل إنسان في تخصصه بذلك تستعين بذلك على الحكم يكون الخير من الله سبحانه وتعالى أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون للخير والاستقرار لو كل إنسان فيه أصبحنا الآن إلا ما رحم الله كل واحد يقرأ له كتاب أو كتابين أصبح الإمام ابن تيمية يفتي الناس وكله بيفتي دلوقتي نسأل الله أن ينجينا وسئل الإمام مالك سئل فأربعين مسألة ست وثلاثون يقول الله أعلم وأجاب على أربعة مسائل فقط لكن أصبحنا الآن كله بيفتي قبل الصورة سبحان الله كان مفتي واحد بعد الصورة أكثر من سبحان الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سمانين مفتي إلا سمانين مليون مفتي إلا ما رحم الله فنسأل الله أن يحفظ البلاد والعبادة من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن مصر وشعبها في حماك فحمي حماك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ترجمة نانسي قنقر